اشتركوا في القناة ويقف امام منصة مجلس النواب ليستعرض ما تم انجازه من برنامج عمل الحكومة وما تم تحقيقه على الارض وهذا كان مجمل ما تضمنته اسئلة السادة النواب طلعنا وزير الاسكان على جميع المشاريع المتعلقة بالمنطقة الشمالية وعموما منطقة البحر الكامل نود من القيادة الحكيمة التوجيه بالاسراء في توزيع الوحدات الخاصة بمنطقة المديع اسألتهم في هذه الفترة يعني تأتي في فترة حاسمة وفترة مهمة خصوصا واحنا قريبين من الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وكان فرصة لوزاة الاسكان نتبين ما تم انجازه في كل محاور برنامج عمل الحكومة المعنية فيها وزاة الاسكان وبيننا نسب الانجاز وبيننا ان شاء الله نحن نعمل بكل جد لان نستوفي ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة المجلس وافق على مشروع بقانون فيما يتعلق بشأن مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما اجري عليه من تعديلات بصفة الاستعجال وتمت احالته الى مجلس الشورى المشروع الذي يهدف الى المزيد من الرقابة على الاسواق التجارية ومنع التصدي لظاهرة الغش التجاري وهو دور مهم تقوم بالوزارة من خلال ادارة حماية المستهلك ونشكر لهم تفاهم لهذا الشيء وضرورة استحجاثه في مملكة البحرين هذا قانون بيكون امر موحد بين دول مجلس التعاون طبعا هذا الشيء يعني بيكون مكسب لجميع البلدان بلدان مجلس التعاون وهي حقيقة نوع من الاتحاد والتعاون بين الدول التي تعطي قوة اقتصادية لدول مجلس التعاون وباعتبار السياحة رافدا مهما للاقتصاد فقد وافق المجلس على التعديلات الحاصلة على قانون السياحة الذي سوف يساهم بتطوير هذا القطاع قانون قديم وكان لابد من التعديل عليه فتم التواصمة بين مجلس الشورى ومجلس النواب وبأينا اقتراحاتنا وتعديلات المطلوبة والحمد لله اليوم تم التصويت على التعديلات للقانون اللي ان شاء الله بتعطي صلاحية لهيئة البحرين السياحة والمعارض انها تنظم القطاع بطريقة ادق قطاع السياحة قطاع جدا مهم قطاع يجب ان تكون هناك صلاحيات اوسع للهيئة وهذا ما حرصنا عليه في الغانون تم قطاع صلاحيات واسع لهيئة السياحة بذل ما تكون هي يكون عندها مرجعية اخرى داخل وزارة اصبحت هي المرجعية الاخيرة في ختام الجلسة تم التصويت على تمسك المجلس برأيه حول الزام ديوان الرقابة المالية والادارية على احالة القضايا الجنائية للنيابة العامة سهر عصفور لمركز الاخبار تلفزيون البحرين